ازاي من شايفين كده شباب ال VPS اشتغل معايا كل سهولة وبدون اي مشاكل تقدر ان انت تصفح بدون اي مشاكل تواجهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضاء ومتابعين قناة نستر بيكا للمعلوميات اهلا وسهلا بالجميع فيديو نوردة ان شاء الله هنتعلم ازاي ننشئ VPS على جوجل كونسول ان شاء الله هيكون مجاني وتقدر ان انت تعمل اكتر من VPS كل سهولة انت هتتبع الخطوات وفي دقيقة معروضة ان شاء الله تبدأ تحصل على VPS هيكون مجاني معك هساب لك كل رابط ان شاء الله في الديسكريبشن هتبدأ ان انت تخش على اللينك الى سهولة الخاص بجوجل درايفر هيبدأ يفتح معاك الصباحة دي هتيجي هنا عند جوجل كونسول وتبدأ تنسخ الامر الاولاني وتبدأ تعمل له لصق بالشكل ده هيبدأ بعد كده يحولك لصفحة بالشكل ده هتستنى لحد ما يخلص معالجة وبعد ان انتقال المعالجة هيبدأ يحولنا ليه الصفحة دي هتكون معانا بالشكل ده هنبدأ نرجع تاني على الجوجل درايفر ونبدأ ننسخ الكود بالشكل ده ونبدأ ندوس على كنترول بي نعمل له لصق وندوس انتر ادخل بعد كده مني حاجة اسمها النيجروك هارجع تاني على الجوجل درايفر وابدأ اخش على الموقع اللي انا سابقه لك ده والخاص بالنيجرو هنيجي بعد كده شباب نعمل تسجيل دخول عن طريق حساب الجوجل بتاعنا هتزهر معانا القيبة هيه هندوس على سكيب وجو ات ابدأ يفتح معايا بالشكل ده هبدأ انزل على كلمة يور اس توكن وابدأ اعمل كوبي ليه التوكن وارجع تاني واعمل هنا كنترول في وادوس انتر هبدأ يفتح معايا السفحة دي انا بيقولك اختار السيرفر اللي انت عايز تشغل عليه في اوروبا ولا امريكا ولا الهند فانا اختار امريكا فاكتب اول حرفين من البلد اللي انا عايزها يعني انت لو عايز امريكا تكتب يو اس لو عايز الاند هتكتب اي انتر فانا اكتب يو اس بالشكل ده وادوس انتر هيبدأ كده يحمل معايا على سيرفر الجوجل كلاود بالشكل ده مش هيقصر عندنا في سرعة نكتب اي حاجة هننتظر لحد ابقى التحميل ينتهي تماما شباب بعد ما انتهينا من تحميل الملفات هيبدأ احاولني للصفحة دي كده خلاص هو جاب لي بيانات تشغيل الاردي بيه بس لازم يكون عندي برنامج اسمه اللي ومشين عشان اقدر انه لا اتصل عليه هبدأ اخش على رابط البرنامج عشان اعمله تحميل بعد ما اخش على الرابط هيفتح معايا الصفحة دي هبدأ ادوس على كلمة داونلود ها يبدأ يحمل معايا البرنامج هنتظر لما ينتهي من التحميل ومساحة البرنامج هتكون حوالي سبعين ميجا مساحة صغيرة مش كبيرة تماما شباب وبعد تحميل البرنامج هنبدأ نعمله تثبيت هندوس على نكستون وافق على الشروط ها يبدأ يثبت معايا البرنامج بكل سهولة بعد الانتقام من تثبيت البرنامج هبدأ ادوس على فنش هتلوم مني ان انا عمل رستارتر الكمبيوتر هقول له لو بعد كده هنزل على سطح المكتب هلاقي البرنامج نزل معايا بالشكل دا هبدأ ان انا عمل له امر التشغيل هابدأ يفتح معايا الصفحة دي وانا جاب لي شوية ترشادات هبدأ ان انا اتحطى بالشكل دا بعد كده يعرض معايا الصفحة الرئيسية للبرنامج هبدأ ان انا ادوس على كلمة اد هطلب مني هنا النام والهوست والبورد هكتب هنا في النام اي اسم انا عايز اكتبه وهنا هاجي على قايمة الهوست هبدأ اخش على الموجل كلاود وابدأ انسخ الهوست عن طريق ان انا اضغط اتنين كليك شمال هيحدد معايا الهوست زي ما تشايفين كده هاجي هنا على انه ماشين واعمل له لصق واجي هنا في الاخر اعمل قط لرقم البرت بالشكل دا وامسح النقطتين دول واجي هنا عندي البرت دا اعمل له حسو واعمل لصق البرت اللي انا نسخته وابدأ بعد كده اقول له Add هيبدأ انزل معايا بالشكل دا هبدأ ان انا ادوس كليك يمين واقول له Start Connection ابدأ يعرض معايا الصفحة دي هدوس على OK اطلب مني اليوزرنام والباسورد اجي هنا على البرنامج هلاقي اليوزرنام مكتوب يوزر والباسورد هيكون من واحد لستة وابدأ اقول له Save للباسورد وادوس على OK تمام هنا بيقول ان الاتصال تم بنجاح اعلم على الاختيار دا وبعد كده هدوس على Yes هبدأ يظهر معايا شوية تعليمات مرة تمان هبدأ ان انا اتحطيها زي ما انت شايفين كده شباب ال VPS اشتغل معايا كل سهولة وبدون اي مشاكل تقدر ان انت تصفح بدون اي مشاكل تواجهك والحد هنا يكون الشرح بتاع انتها ويا رب لو عجبكو تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته